انت راضي عن مهنتك؟ اوه طبعا بتفخري بيها؟ اكيد طب واللي بتسيب التمريد واللي شايفة انها مهنة مش مقدرة في مصر بتقولينهم ايه؟ والله انا شايفة يعني بصة هقوللي حريك على حاجة انا شايفة ان العدد ده قل جدا دلوقتي يعني فعلا كل الجروب وصحابنا وكل اللي نعرفهم في الفلد كلهم بيكملوا فيه وما فيش حد بيقول يمكن واحد من 10% مثلا اللي بيبقى حابة بيغير الكرير ايه نوع المشاكل بتقابليها يا ايات بصراحة؟ مع الاطباء ومديرين المستشفيات ومع الجمهور؟ مع الجمهور قلت وعي الناس بطبيعة عمل الممرضة وطبيعة تغيير الشفت وان يبقى يبقى فيه وقت للتسليم طب في رأيك يعرفه ازاي؟ الناس تعرف ازاي؟ تهيالي بالاعلام ممكن نعرف ده يعني نعرفهم ده واعي يبقى فيه واعي اه يعني لازم يبقى فيه زي ما بيجيبوا في الاعلام مهنة الدكتور في مسلسل مهنة المهندس في مسلسل برضو مهنة التنبيد لازم يجاب متعبها ايه في مسلسل وبردو لازم يقول النقابة اه لنضور برضو هضور اكيد طبعا طيب بس انا قصدي ان التلفزيون والوسائل الاعلام بتوصل اكتر اسرع للناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة